اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منزلت البلدة وهي للثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة وحدة واربع دقائق من بعد الظهر بتوقيت جرينيتش طبعا كل اوقاتنا بتوقيت جرينيتش لليوم الخميس اربع وشرين ستة لينتقل بعديها القمر من بعد ساعات الظهر لمنزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية وبكون القمر انتقل بهذا الوقت لبرج الجديد طبعا بما ان القمر موجود في القوس الان ورح يضل ساعات ما بعد الظهر فنشعر بالابتهاج ونجد الناس اكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما انه بالفترة هاي من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة ووسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم تتشكل عنا سلبية وعنا ايجابية فعشان هيك بتكون تركزوا اليوم في الزوايا لانها هاي رح تضلها مأثرة طول النهار علينا يعني تأثيرها طول النهار على جميع الابراج اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وتسع دقائق صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا هاي الزاوية بعدها مباشرة بيبدأ خلو المسار يعني خلو المسار بيبدأ ساعة ثنتين وتسع دقائق صباحا او فجرا بمعنى اخر حتى تمام ساعة وحدة واربع دقائق بعد الظهر ودائما خلو المسار لما القمر بنتقل من برج لبرج اخر وما بيشكل زوايا وهي دائما بتكون اخر زاوية بتتشكل عند قبل الانتقال هي بداية خلو المسار وطبعا عدم تشكيله مع الكواكب الرئيسية فبصير القمر في حالة انتحاسه او فترة سلبية منسميها فترة خلو المسار وهاي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع الابراج دون استثناء بالنسبة للقمر ساعة وحدة واربع دقائق بعد الظهر بنتقل وباستقر في برج الجديد لما القمر ينتقل لبرج الجديد هنا التأثيرات بتصير على جميع الابراج في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انو الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية والبدء بحمية او البدء بحمية مش شرط انك انت انا ترد علي تروح تعمل برنامج حمية وانت ما بدك تعمله وفي اشخاص ممكن يهتموا بتجديد تأمين او تأمين سيارة تأمين صحي بالفترة هاي او الفترة هاي مناسبة لهاي الامور حتى لبعض الامور البنكية اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد خلو المسار وانتهاء واستقرار القمر في برج الجدي هنه زاويتين الزاوية الاولى ايجابية والثانية سلبية الزاوية الاولى هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة اربعة وثلاث وثلاثين دقيقة عصرا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل سلبية بين القمر والشمس وهاي بالدل بما انه زاوية التقابل بين القمر والشمس يعني القمر اكتمل بدر وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء هذا الاكتمال او هاي الزاوية بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين طبعا بالنسبة لخلوق المسار القادم لما القمر بكون موجود بالجدي خلوق المسار القادم رح يكون يوم السبت يوم ستة وعشرين ستة بيبدأ في تمام الساعة اتناعش وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين وثمان دقائق بعد الظهر لا ينتقل القمر بعديها لابور جدلو بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر مكتمل اليوم القمر اربعة عشر في تمام الساعة اربعة وخمسة واربعين دقيقة عصرا بيصبح خمسة عشر يوم نسبة الاضاءة مية في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية القمر في القوس بده ينتقل للجدي حتى يوم ستة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية اما بالنسبة لعطارد في الجوزاء حتى يوم احداش سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم سبعة وشرين ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسع وعشرين سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية اما بالنسبة للمشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية اما بالنسبة لزحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ونبتن في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة هو بحركة أمامية بدأ تأثيرات أو بطء الحركة لإله وتأثيراته السلبية هو الآن سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتوف الجد بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم اليوم بتستعيد حماستك من الآن لغاية ساعات الظهر وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتكون الفترة هاي نشطة جدا وممكن تشكل محطة لانطلاقها بورشة جديدة ولكن الحلو ما بيكمل في ساعات بعد الظهر بصير الاهتمام أكثر كله على مجال العمل على مجال المصالح الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح وتصريحاتك عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد أهم شيء أنك تلتزم بالمسئوليات لأنها هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع الضغط برج الثور بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة بتصير لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداء قدر الإمكان هذا اليوم يعني في ساعة بعد الظهر الأجواء بتصير إيجابية فالاهتمامات كلها مالية حاول أنك تفاوض بمرونة حاول أنك تستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك في ساعات ما بعد الظهر طبعا الأجواء بتختلف تماما بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وخصوصا السفر البعيد ثقتكم أو بتصير زيادة موجودة بيكون عندكم لقاءات وموفرص ممكن تفتح أمامك أبواب السفر أو تهتم بمسائل إلها علاقة بالسفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة مشاركة ناجحة لإلك أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعدة من ساعات ما بعد الظهر برج الجوزة اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة صحيح أن القمر مازال موجود مقابلك تماماً فعشان هيك منقولك تجنب الغضب والإنفعال وما تخلي أي حد أنه يستفزك بهذه الفترة احمي سمعتك وما تشويها عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة يعني بمعنى آخر بدك تتهيأ لكل الظروف ممكن تتحامل على نفسك اليوم لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتختلف الأجواء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم بتدخلوا تعديلات على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك اليوم بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما زالت الأجواء ضاغطة على مجال الصحة ولأن القمر بالمقابل بيتك السادس دي ينتقل لبيتك السابع عشان هيك حاول أنه برضو تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي حد يثير انفعالاتك أو غضبك نظم مقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات وحاول أنك تحترم الموعيد في ساعات ما بعد الظهر بينصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجي الكلام وما توجه ملاحظات لأن الفترة هاي خصمك بكون قوي حكينا طاقتك ضعيفة فخصمك في الفترة هاي بكون أقوى منك حاول أنك شوي تتحامل على نفسك الفترة هاي برضو بتحمل بعض الارتباطات أو ارتباط مهم فالهدوء أو هدوء أعصابك هو المطلوب برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معاهم أهم شيء أنه اليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات شوي حاول أنك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم لغاية ساعات الظهر أو ما بعد الظهر ولكن بدك تنتبه ما بعد الظهر الأجواء صعبة بتصير فعشان هيك من الآن بتنتعش العواطف عندك من الجديد وبتشتد الروابط متاني وثقة في ساعات ما بعد الظهر طبعا الاهتمام بصير كله على العمل فممكن يتراكم عندك العمل أهم إشيكو ما تهملوا صحتكم حذروا من تعب صحي أو جسدي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو ممكن تشعر ببعض التوتر برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر عندك الضغوط والمتاعب العائلية تحديدا هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما في ساعات ما بعد الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحبائكم وممكن تفرح لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن اليوم تخون بخطوة مباركة بتتلقى ممكن تتلقى كمان إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات وهذا يوم برضو مناسب لإجتياز امتحان وممكن تعزز العلاقة مع أخ أو جار اليوم برضو بناسبك تكثيف التحركات وممكن تعبر عن رأيك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة في المواقف أو من المواقف المحرجة هاي فترة إيجابية ولكن ما بعد الظهر بصير الوضع اختلف بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهمش أنك تلطفوا من الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن اضطير اضطرابك أو يعني تحفظاتك وامتعاضك أهمش أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والتزاماتك المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولويات والميزانيات وخصوصا المالية ممكن تطلقى هدية أو تقدم أو تقدم على استثمار أو مصاريف منزلية طارئة أما من ساعات ما بعد الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم أكثر من الأيام الماضية أهمي شنك تبادروا لخطوة جديدة داعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بطالعك هاي الفترة على خبر ممكن يكون هذا الخبر بمثابة إشارة أو انطلاقة جديدة بالنسبة لك فترة ناشطة وحماسية يعني القمر بدعمك فيها ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما أما في ساعات ما بعد الظهر بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهمي شنك ما تغامر بأموالك لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا أهمي شنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة هذا اليوم لأنه أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب الآن ورح يفضل في بيت المتاعب لغاية ساعات ما قبل الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتتغير الأجواء ولكن الآن بدك ما تبالغ في إنجاز ما لديك من عمل متراكم حاول أنك تستريح ما تعرض نفسك للمسئوليات الكبيرة والصعبة والفارغة خفف من وتيرة عملك وما تحسم أمر وما تنجرف وراء الأفكار السودة والهواجس والوسواس في ساعات ما بعد الظهر بتستعيد نشاطكم وحيويتكم وبتستعيد حماستك وعزيمتك وممكن اليوم تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة ممكن اليوم تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم برضو بيحمل لك خبر صار ولكن من ساعات ما بعد الظهر تقريبا برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة أهميش أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة حاول أنك أنت اليوم تنتبه لأنه أنت بحاجة للنصيحة وبرضو تنساش أنه القمر بده ينتقل لبيت متعبك في ساعات الظهر فعشان هيك حاول تنجز كل الأعمال المهمة من الصباح الباكر بانتظارك في ساعات الصباح لقاء أو موعد ناجح ومميز أهميش أنك ما تهم الواجباتك زي ما حكينا وكون منظم دقيق في ساعات ما بعد الظهر تدخل فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك لأي ظرف ما برج الحوت يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة ممكن اليوم تغار على مصالحك زيادة أو تهتم أكثر في مصالحك وممكن هاي الفترة تكون يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر لأنه القمر جاي في مكان حساز جدا ممكن تثقل هاي تكون ثقيلة على أعصابك أو على معنوياتك أهم إيش إنك ما تتذمر على مسمع أحد وحاول إنك تصبر لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتلتق الأصدقاء وحاولوا تصحيح الأخطاء أو تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتكثر عندك الاتصالات والموعيد اليوم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة هيك بنكون انتهينا من فترة التوقعات وخلينا نروح على فقرة السؤال والجواب ونشوف اليوم عنا مجموعة مواضيع مهمة فعشان هيك تطلب منكو إنكو تركزوا فيها معي مزبوط عشان نشوف ونتحاور وإذا عندكو أي ملاحظة اكتبوا ليها سؤال بولك من فلة مصر الحلقة صارت جد مشوقة بسماع الأسل والأجوبة سألتك عن ابني ولم تجيب هل ابني سيء الحظ أم هناك شيء مخيف في الخارطة أنا أعلم بأن السؤال لا يفيد الجميع ويخصني وحدي لكن قلب أم محترق على ولدها ابني اسمه حيدر موليد خمسة وعشرين ستة ألف وتسعمائة وستة وتسعين الساعة ثانية بعد منتصف الليل أو أقل بخمس دقائق بغداد توقيت صيفي أعلم لا وقت لك لكن أعلم أن أجرك على الله أسأل الله ذلك طيب أنا بدي أجعبك أول إشي لأنه ابنك مش قليل الحظ أول إشي هذا جوزاء هذا مخه نشط وهو نشط جدا ولم بدي يجي تجمعي تاريخ ميلاده بتجدي تاريخ ميلاده رقم واحد يعني من ناتج أرقامه وهي بتدل على الشمس على القيادة صحيح أنه هو بناء يعني زي اللي بنط من عمل لعمل ما بثبت بشيء لأنه هو بده يجمع معلومات أو يعرف عن كل الأعمال ما بسمع النصيحة مش الإنسان المرن هو إنسان عنيد جدا ويصل لمرتبة المراوغة حتى في بعض الأوقات ما بعطيك الصافي عن حياته وتحركاته هذا فقط فترة بسيطة وبتلاقي الأمور بتتغير عنده أنا بفضل شخص زي هذا يعني توجيه من حد غريب لإله مش قريب لأنه ما رح يسمع النصيحة من حد لأنه هذا جوزة وعطارد اللي بتحكم فيه الفترة الماضية عطارد كان يتراجع فسوى عندهم كثير من الأخطاء والإضطرابات وسوى عندهم كثير من الأشياء اللي خلتك أنت تقلقي عليه بزيادة ولكن الأيام الجاية كفي لي بأنها تغير كثير من الأمور فاطمئني هو مش سيء الحظ ولكن تفكيره هو في بعض الأوقات هو اللي بيكون سيء الأخت كيف تسأل سألتك كثير عن معنى سعيد ومنتحس سعيد سعيد منع اللي هو أنا منتحس ما بعرفوش الله يساعدك يا رب طيب أول شيء سعيد هو بيجي دائماً نذكره لما بتكون الكواكب بحالة نشاط عالي جداً من السعادة أو مشكل زوايا إيجابية فبتكون تعطينا حضوض إيجابية سعيدة لما نقول منتحس هذا الكوكب إما بكون بتراجع أو بكون مشكل زوايا سلبية في مكانه هذه الزوايا أخذت الحضوض من عنده صارت تعطينا أشياء سلبية أو يعني سيئة الطالع بالنسبة لإلنا فبتأثر علينا بشكل سلبي فمنختصرها منقول سعيد ومنتحس فقط لا غير سؤال هذا سؤال طويل جداً يعني أطول من يوم الثلاثاء فعشان هيك خليني بس أركز على المواضيع المهمة فيه وبعدين منحكي هذا السؤال من سعاد هو تقريباً من بريطانيا من المملكة المتحدة بتسأل عن ابنها أنه ابنها كان يدرس بالجامعة فترة جائحة كورونا مع التسكير هاي صارت دراسة أونلاين تأثر هو بعدين صار عنده نوع من أنواع أنه بدي يغير تخصصه بالهندس الكيميائية بدي يحول تخصصه لإشي ثاني هو مش قادر يتخذ قرار هو موليد برج الحمل علماً أنه كان شخص متحدث وحاصل على شهادات وميداليات وكان الطالب المثالي طبعاً هو دخل بصدمة من الشيء اللي صار لأنه هذا أول شيء برج حمل وبما أنه طالعه جاي على الميزان أكثر فهذا رغم أنه مسالم وهم متحدث إلا أنه شوي مخه نشيط الزيادة عن اللزوم وبيتأثر لحساسيته هذا واحد اثنين كان سبب عدم قدرته على اتخاذ القرار شو التخصص اللي بده يا لأنه تخصص الكيمية تحديد أو هندسة الكيميائية ما بتناسبه نهائياً لا لبرجه ولا لطالعه فهو دخل على التخصص وجد أنه هذا الموضوع بعيد عن آماله وأفكاره صحيح أنه بجيب عمل والعمل سريع وممكن يحصل رواتب ولكن هو بده شيء هو بيحبه أو شيء هو مبدع فيه أول شيء بالنسبة لابنك تخافيش عليه هذا رقمه بطلع ثلاثة ورقم ثلاثة اتكرر عنده في 2001 هاي ثلاثة وعنده ناتج أرقامه ثلاثة وهذا بدل على المشتري فعشان هيك هذا شخص محظوظ عنده حظوظ عالي جداً وبما أنه أعطيتي بعض المواصفات اللي فيه فأنا بقولك هذا نشيط فكرياً وعقلانياً هذا بده شيء يبرز طاقته بشكل قوي ويكون هو الواجهة أو يواجه فعشان هيك المجال الوحيد اللي أنا بختار له ياه من ضمن مجالات طبعاً هو إذا هذا بدرس في المجال العسكري أو السياسي أو المحامة بنجح بشكل كبير يعني أي مجال من مجالات القانون بيبدع فيها وبيكون علم ومميز إن شاء الله تعالى طيب بالنسبة لفلة بتسأل مرحبا أستاذ منع أنا اللي سألتك عن تاريخ دخول القمر في منزلة الهطعة عشان الرقية والسحر وفك السحر متذكر هذا السؤال وجوابتك أنا أنه يوم خمسة سبعة طيب بينفع الرقية اللي نصحتني فيها هل ممكن أعملها قبل هذا التاريخ؟ طبعا الرقية ما لها تحديد وقت ما بقدر أحدد لك وقت فيها وإحنا كمان في أيام الآن أيام حرم يعني أيام مباركة فإن شاء الله يعني إنه ربنا بأخذ باليد أهم شيء إنه اسمعيها إذا شعرتي بأعراض معينة وحبيتي تستفسري ومساعدتي اكتبي لي على نفس الفيديو يعني كومنت وأنا بجاوب عليه إن شاء الله وبتواصل معك طيب سؤال من علي المحبة كبيرة دكتورنا بارك الله فيك أستاذنا ممكن سؤال انسأل كثير بس رح أرجع أسأله هل كيف الشخص بيعرف إنه إذا كان مسحور أو لا؟ مهلا أسهل من هذا السؤال طبعا إذا أنا بدي أنصب عليك وأقول لك إنه أعراضه ألام الكتف والخدران والتنميل وأسفل الظهر والرجلين والصداع والعنين ووجع الأسنان والرجف والنمنم والخدر وتساقط الشعر وتطلع فيش واحد على الكرة الأرضية إلا مسحور أو مصاب بالعين من الأعراضين فأنا عشان أختصر عليك الموضوع لأنه أنا ما بدي إياك أنت توقع في إيدين النصابين أنا مسجل رقية شرعية ما بدك تسمع رقية شرعية اسمع قرآن اسمع سورة معينة اسمع سورة ياسين اسمع سورة الصفات اسمع سورة الحديد اسمع سورة العنكبوت سورة الشورى سورة مريم هذه صور فيها نوع من أنواع الإنذار أو فيها نوع من أنواع القرص إحنا منسمي فإذا شعرت بأعراض معينة بتكون الأعراض هاي على شكل تيارات ساخنة بتحس نمنامي صار في الجسد الذايقة كتم نفسك صرت مذايك بدك تسكر القرآن أو يعني صار عندك زي الدوار دوخة مش رغبان الاستماع للقرآن الكريم يعني إيش بيقولك اطفي خلص بكفي أنت مش مسحور بس اطفي هو أنا بتكون هاي أعراض بتدل على بعض الأمور أما باقي الأمور تشنجت وقعت غيبت هذه يعني شوي فيها نوع من أنواع المبالغات ما بحب أخذ فيها أنا كثير أنا بحب أنه ليش أنا حطيت الرقية الشرعية وحددت أنه هاي الرقية الشرعية الشاملة الكاملة حطيتها على القناة الثانية واللي بدو يسمعها هاي رابط القناة الثانية موجود في صندوق الوصف وآخر الفيديو بطلع مربع من الفيديوهات الاختيارية بوديك على القناة الثانية على نفس فيديو الرقية هذا الرقية بتسمعها هذه أنا شامل فيها كل شيء مفيد بالنسبة للناس بإذن الله تعالى بما يتعلق بالسحر والأعمال المس وواوا إلى ما لنهاية فأنت بتشغلها بتقعد تسمعها صحيح أنه مدتها ساعة طويلة يعني ولكن أنه بتعطيك نتائج أنت يعني بتكون مرتاح منها ممكن تسمعها أولها تتعب آخر الرقية تحس حالك أنك أنت ارتحت فخلص ارتحت ارتحت اسمعها مرتين ثلاثة أسبوع زمان بس نوع من أنواع أنك تطمئن من هاي الأمور خلصنا إذا شعرت بالأمور اللي أنا حكيت معك عنها قلبان حاسس حالك بدك تستفرغ إشي كتم على نفسك وجدت أنه صار أنه عاس بده ينيمك غصبت عنك يعني بطل عندك تحكم أو إرادة في جسمك يعني هنا منيجي منقول معناته في إشي بأثر عليك هو شريك إليك بالجسد هاد صار يتأذى من هذه الآيات صار يمنعك عن أنك أنت تسمعها هاي اللحظة بنيجي ونقول والله هنا في علامة استفهم فبنيجي من وجهك لعلاج آخر تكتب لي في التعليقات أنت فأنا بوجهك لإشي آخر ده سورة ممكن من القرآن ممكن آيات معينة ممكن تسبيح معين فعشان أنا أتأكد وأشخص الحالة بشكل صح بعد ما أشخصها فورا بكون العلاج ولكن هي الصعوبة في عملية التشخيص أما اللي أنه مسحور ومرشوش ومأكول ومطعوم ومش عارف إش هذا كل يات وأنا ما بأخذ فيه أنا بهمني أنت بتعاني من أمر إلو علاقة بروحانيات كيف أفكها؟ فقط لا غير ما بهمني مين اللي عمل وليش عمل وكيف نعمل وسط المعلومة؟ فاسمع الرقية وترك لي تعليق عشان أنا أساعدك في هذا الموضوع سؤال الله يحفظك ويحميك من كل شر يا طيب عندي استفسار بشأن الأشخاص اللي بصير كأنه بحكي بلسانهم الجن وقت الرقية لأنه أنا شخصيا ما بقتنع وبحس كأنه تمثيل أو كأنه بخرج ضغطاتهم النفسية استفسار ثاني ما علاقة الروحانية العالية والإصابة بالمس أو العين وكيف نعرف أصلا أنه عندي روحانية عالية وكل الشكر والتقدير خلينا نأخذ أول إشي الشق الأول من الموضوع أول إشي فيه إشي إحنا منسميه في لغة الطب الأطباء أو الممرضين بيعرفوه حالات إحنا منسميها position هذا بيجي المريض مجرد ما دخل منعرف أنه هذا بيألف أو بيحاول يمثل أنه هو مضغوط هو تعبان متشنج زي شلل حالات نوبات صدرية تمه على جنب مش قادر يوقف دخل بغيبوبة هاي الأشياء بيكون إما راسب بامتحان أو مضغوط عليه من الأهل أو علاقة عاطفية فاشلة أو إلى ما لا نهاية الآن فيه أشخاص بتتطور عندهم الأمور بتكون مثلاً واحدة متزوجة من واحد هذا الواحد مثلاً بيأذيها أو بضرها أو بضغط عليها أو بخرجه من البيت بتركها بالساعات مهمل بمصروفه فهي بتمثل إنها هي مسحورة وبتصير تتشنج وبتصير تصرخ وبتصير تضرب في حالها وإنه هي بدون إرادتها هو بتحكم فيها وهذا طبعاً عند الواحد زي حالاتي في الرقية الشرعية أو في الطب مع بعض يعني هذا فوراً بنكشف لأنه مش كل شيء بنعمل إحنا بنكون عارفين على طول إيش من المفروض الحركات اللي تصير وإيش ما بعد وما بعد يعني ترتيبها إن كان طبياً وإن كان روحانياً فمستحيل إن أنا أشرحها لأن إذا شرحتها يعني زي اللي بدي يعلم الكذاب كيف يكذب فما رح أحكيها هذا واحد فهاي في ناس بيمثلوا فيها أنا معك فيها وهذا ولا كثر كثير موجودين كثير مش واحد ولا اثنين يعني بنسبة عالية جداً بتصل لسبعين في المية من اللي بيكون عنده الرقاء أو بيصيروا يتحركوا أو يهزوا في حالهم أو هذا كله بيكون عبارة عن تمثيل أما بالنسبة لأنه هل صحيح إنه ممكن إنه يتكلم على لسانه آه صحيح بتكلم على لسانه ولكن طريقة كلامه مش طريقة الكلام اللي بده يمثل فيها السبعين في المية إلو طريقة كلام معينة وإلو لغة معينة وإلو طريقة نظرة معينة وإلو حركة في الجسد معينة مباشرة اللي متمرس في أمور الرقية الشرعية بعرف إنه اللي بيخاطبه مش الإنسان هذا أو الجسد اللي على الجسد ولكن هذا الأمر طبعاً يعني من النوادر إنه يصير لأنه عملية النطق يعني تحصن بالجسد وتحصن بالجسد يعني هذا شيء ممكن يؤدي للقتل أو يؤدي لأنه يبتلى أساساً الراقي في هذه القضية يعني ممكن هذا الشيطان يقتل الأنثى أو الذكر هذا وعادي أهل المقتول ما بقوله والله هذا بقوله الشيخ هو اللي قتله لأنه ما رح يجيبه شيطان عشان يحاسبه فعشان هيك هذه من الشغلات الكبيرة عادة إحنا من نلجأ للعلاج السريع قبل ما يتمسك بالجسد يعني ما منعطيه مجال إنه ينطق على أساس إنه يعني ما يكون فيه خطر لا علينا ولا على الشخص طبعاً الخطر علينا من إيش؟ إنه إحنا نتهم أما أنه يطلع منه ويدخل فيه ويدخل فيه أهل البيت لأ هذا الراقي بده ضرب بنعال معناته لأنه سوصل البيت للمرحلة طيب موضوع إنه ما علاقة الروحانيات العالية طبعاً كل شخص إلهم ميزات معينة فيه أشخاص هي ضرت نفسها بنفسها مثلاً فيه أشخاص راحوا تعلموا أشياء معينة في الروحانيات عندهم روحانيات هم بيحبوا أو شغف في الروحانيات فبيروحوا بيقرؤوا كتب أو طلاسم أو دعوات أو إشي على موقع أو ورد معين بيكون فيه أسماء مجهولة أو مش معروفة على إنها أسماء ملائكة بعدين بيلاقي حاله إنه هو نية للدنيا قسم آخر روحانيات عالية بيكون هو نفسه تكوينه الرقمي والعددي والفلكي بيجعله مميز إنه يتعلم العلوم الروحانية فهذا بالنسبة للعالم الآخر أو لشياطين تحديداً بيكونوا عارفين يعني بيحسبوا بيكونوا عارفين الشخص إنه هذا مميز فقبل ما يوصل لإنه يتعلم هاي العلوم الخطيرة بيحاولوا إنهم يسيطروا عليه أو يأذوه وهدولة قلة طبعاً قلة جداً يعني مش بكثرة زي ما بوصفوها بعض الأشخاص لا هي قليلة جداً فيها قليلة جداً بتكون مستهدفة فعشان هيك هاي إلها حساب عددي وحساب حرف وحساب خارطة فلكية وممكن نلجأ لحساب الرمل في بعض الأوقات ونطلب منه شيء معين زي امتحان أو تجربة اللي نتأكد من جاهزيته لهاي الأمور فإذا كان عنده الجاهزية بنعرف إنه هذا كيف لازم يتسكر جسمه ويتحصن لأجل إنه لا يخترق سؤال مين الله يعطيك العافية أنا بنتظركه بسمعك بتماعه سؤال إذا سمحت هل الإسم بيساهم أو إلو دور بالأمراض اللي بتصيبنا أو بتصيب صاحب الإسم شو رأيكم طبعاً هذا السؤال مهم جداً 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 وهذا من الأشياء اللي أنا نوهت إلها منتقاء الأسماء الأسماء طبعاً بتحمل شحنات سالبة ممكن توصل الشخص هذا إنه مش محظوظ أو متعب أو بعض الأمراض أو بعض الأعضاء عنده تتأثر من أحرفه أو من اسمه فعشان هيك دائماً نقول إنه انتبهوا للإنتقاء طبعاً عادةً إحنا لما منيجي منه نطلع اسم لشخص ومنكون محددين الفترة اللي بدين ينولد فيها زي برجه مثلاً فمنبلش نحسب على حروف السعد حروف التعب الحروف الممتزجة الحروف الداخلة والحروف الخارجة والمتقلبة الحروف الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية الحروف الذكرية والأنثوية والممتزجة يعني مش سهلة الأمور يعني كحسابياً إني آجي أشرحها بدقيقتين أو بثلاث ولكن الأسماء إلها تأثير والأحرف إلها تأثير ولكن مش بصورة اللي بيجي بقولك اسمك من حرف كذا حضوضك مش عارف إيش هذا كله كلام فاضي وجهل العلم الأسماء والأحرف وعلم آدم الأسماء كلها وعرضها بعدها على الملائكة قال أنبئني وصلت المعلومة فعلم الأسماء مش علم سهل ولا علم أنه واحد يجيب لك لا هو حرف الألف ما هو هدولة بتعرضوا للعين ولا الحسد ولا هذا حرف البال وساوس والتفكير وقلت النوم هذا شيء آخر اللي احنا بنحكي عنه هذا اللي أنا حكيته الآن الأحرف وترتيبها وإيش الطاقات اللي بتعملها هذا إيش ثاني عشان هيكي مثلا بدي أعطيكو اسم اسم الأسماء اللي بتبدأ بحرف الشين شين ماشي تجدوا نسبة عالية جدا إذا ما تركب الحرف الشين مع اسم يعني الغالب عليه الترابية الغالب عليه الترابية ليش لأنه الحرف أساسا لحاله يعني مزاجه حاد شوي فهو ناري من طبعه فعشان هيكي بدي أهديه بهديه بحطه بتراب بحط بسم ترابي فممكن أنه يركب معي ويكون الإنسان هذا سليم ولكن في أغلب الأوقات اللي بحرف الشين دائما في عندهم مشكلة يا بالسمع يا بالراس يا بالدماغ يا بالأعصاب يا بالأطراف يعني في عنده مشكلة مزمنة دائما موجودة مع فمش كلهم أنا بقول الأغلب من الموليد اللي بداية أحرفهم حرف الشين بتلاقي في عنده نقطة معينة في جسده فيها ضعف فهاي الضعف بيستمر مع طيلة حياته من حرف الشين صحيح أنه الحرف ناري وقوي وفي ناس بيجي بركب على أسماء أخرى شيين شكور شيين مش عارف إيش وبخذ الرابط من هذا النوع هذا الإشي إحنا مالنا في حساب الأسماء والأحرف لها علمها خاص فيها ما بدنا نخوض فيها كثير إذا صار في مجال في الأيام القادمة نعمل حلقات مش حلقة حلقات عشان نشرح بعض النقاط هذه عشان تفهبوها بصورة قوية إن شاء الله رح أعملها على أساس أنه ناس تصير تعرف كيف تحسب الأسماء أو تنتق الأسماء لأبنائها بإذن الله تعالى طيب سؤال أخير سؤال بقول له هل صحيح إنه مولود 26 غير جيد ابني مولود بعمان تاريخ ميلاده 26 5997 ولد بعملية قيصرية اللي حكالك هذا الكلام أخذ 26 لحالها ماشي 26 لحالها هاي اللي هي 6 و 2 رقم 8 فقال لك زحل هذا واحد هو صحيح إنه بيأثر على الشخص إنه بيخلي للشخص حضوء ما يعتمد على الحضوض بيخليه إنسان عملي أكثر فهاي النقطة الاثنين لازم يجمع الأرقام كلها مع بعض عشان يتأكد فنيجي منقول أول 26 هاي ثمانية وتاريخ ميلاده 1997 برضو ثمانية ماشي عايزو حل تكرر عنده مرتين فهذا إنسان يعني الحظ ما رح يكون حليفه هذا رح يكون مجتهد ويتعب على حاله عشان يحقق غايته ولكن لما منيجي منوخذ إحنا الثمانية والثمانية 16 هاي سبعة ماشي وخمسة اللي هي الشهر اللي انولد فيه كديش بصير يلا ورجوني برياضيات ولا واحد حسب معي طيب سبعة وخمسة ثلاثة بطلع المشتري يعني رقمه رقم ثلاثة بطلع اللي هو 12 2 1 ثلاثة فبطلع المشتري أنا حبيت إن أدخلكوا في جو الرياضيات عشان إنه شوي تعرفوا فبما إنه رقم ثلاثة فهون رجع المشتري دعمه ولكن برضو المشتري إلو سلبيات فهذا بيخليه فارغ الصبر ما عنده صبر وبرضو في نفس اللحظة متسرع في بعض الأوقات لأنه بده كل شيء بسرعة فعشان هيك هذا بيأثر عليه من ناحية هاي ولكن هو كحضوض رقم الناتج تبع المشتري فبتيجي هذا ما بيتخلى الحظ عنه ولكن مش محظوظ يعني كل ما ذاقت الدنيا في وجهه بتفرج ولكن مش معناه في كل شيء هو ميسر الأمور لإله فعشان هيك بده يدير باله ويجتهد على نفسه وما يعتمد على الحظ كثير هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر